مكونات الغلاف الحيوي وأهميته يقصد بالنظام البيئي هو المكان الذي يضم أنواع محددة من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية والكائنات الحية الأخرى التي تتبط مع بعضها بعلاقات محددة وواضحة الغلاف الحيوي هو الحيز أو المكان أو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويمتد من أكبر عمق في البحار والمحيطات ويقدر بـ 13 كيلومتر ويصل إلى أعلى ارتفاع فوق الجبال ويقدر به 11 كيلومتر ويأخذ النظام البيئي اسمه تبعا لنوع النباتات الطبيعية السائدة فيه كأن يقال أقليم الغابات المدارية المطيرة الاستوائية أو أقليم الغابات الصنوبرية أو أقليم غابات البحر المتوسط الغلاف الحيوي يشمل الإنسان كما يشمل النباتات والحيوانات على اليابس والماء يوضح الشكل التالي توزيع النظام البيئي في العالم الغلاف الحيوي أهمية وفوائد كبرى للإنسان من أبرزها تقوم النباتات الطبيعية بإطلاق كميات كبيرة من الأكسوجين إلى الجو خلال عملية التمثيل الضوئي وهو عنصر ضروري لحياة الكائنات الحية على اليابسة والماء تعني وفرة النباتات الطبيعية في منطقة معينة وفرة المراعي لتنمية الثروة الحيوانية تسهم بعض الحيوانات البرية في توفير الفراء والجلود والشعر والوبر والغذاء مما يحتاجه الإنسان أيضا توفر التربة الخصبة للأراضي المناسبة للزراعة وإنتاج الغذاء كما توفر المادة الخام لبعض تشكل مناظر الطبيعية للغابات عام الجذب للسياح لزيارتها والاستمتاع بالهواء الطلق والهدوء توفر الغابات الطبيعية الأخشاب كما تلعب دورا في تلطيف حرارة الجو وزيادة الأمطار تأثرت النظم البيئية في مناطق عديدة من العالم بالأنشطة البشرية وزيادة أعداد السكان وما ترتب عليها من استنزاف للموارد الطبيعية وبناء المدن والقرى وشبكات الطرق وقد أسهم ذلك في تدمير جوانب من الغلاف الحيوي وظهور مشكلات بيئية مثل تناقض مساحات الغابات الطبيعية وانقراف التربة وانقراض بعض الحيوانات البرية وقد قام الكثير من دول العالم ومنها سلطنة عمان بحماية الغلاف الحيوي وإنشاء المحميات البرية في مناطق مختلفة من البلاد ماذا يقصد بالمحمية؟ هي منطقة محددة جغرافيا بهدف حماية ما تشتمل عليه من حيوانات أو نباتات معرضة للانقراض وقد تكون المحمية برية مثل محمية المهى العربي في جدة الحراسيس أو بحرية مثل بحرية محمية السلاحف في رأس الحد هذا الشكل يوضح لمحمية المهى العربي في جدة الحراسيس ماذا يقصد بالتنوع الإحيائي؟ تعد المحافظة على التنوع الإحيائي في سلطنة عمان أمرا جوهريا حيث تعد النظم البيئية حساسة وهشة والموارد الطبيعية المتجددة نادرة وتواجه النظم البيئية في سلطنة عمان تحديات تتمثل في عوامل كثيرة ومتداخلة مثل الرعي الجائر وقطع الأشقار وانقراف التربة واستنزاف الثروة السمكية وتدهور الأراضي وما يتبعها من فقدان للتنوع الإحيائي ماذا يقصد بالتنوع الإحيائي؟ التنوع الإحيائي هو التباين بين الكائنات الحية بما في ذلك النظم البيئية البرية والبحرية والأحياء المائية وكذلك التنوع داخل أنواع النباتية والحيوانية الفوائد الاقتصادية والبيئية للمحميات النباتية الطبيعية منها تحافظ المحميات على الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي الطبيعي للدولة وأيضا تعتبر المحميات الطبيعية مركزا طبيعيا للباحثين وللطلاب الجامعات المختلفة والدراسات العليا إلى جانب ذلك فإن المحميات الطبيعية تساهم في منع ظاهرتين التعرية والتصحر للتربة تم بحمد الله فإن هذا البحث يشمل بشكل كامل وحيوي عن التنوع الأحيائي الذي يهتم به الإنسان في جميع المقالات المختلفة وأيضا يحدثنا عن اهتمام سلطنة عمان بهذا الجانب من خلال إدخال هذا الموضوع في الكثير من الدراسات المختلفة والكتب المتنوعة منها كتب الدراسية للطلاب المرحلة الابتدائية وهو الصف السادس يشمل على عديد من المواطيع المتمثلة في هذا الجانب من أجل وعي الطلاب واهتمامهم بالتنوع الأحيائي الموجود في جميع المجتمعات العمانية والمحافظة عليه وعدم إطلافه وإلقاء الضرب به إلى جانب ذلك اهتمت سلطنة في الوقت الحالي بالكثير من الاستراتيجيات التي وضعتها من أجل الاهتمام بالتنوع الأحيائي العماني وحث الناس على اهتمام به وعدم تدميره إلى جانب ذلك مشاركة السلطنة في الكثير من المؤتمرات والندوات المختلفة التي تهتم وتعني بهذا الموضوع أيضا نشكر المهتمين في هذا القطاع من خلال وضع جمعية خاصة بالتنوع الإحيائي التي تسهم في نشر الوعي الكامل والبرامج البناءة في هذا الجانب والله ولي التوفيق والنجاح نشكركم على حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر